السلام عليكم وياكم استاذيهب موضوع اليوم هي عن الكميات وقبل ما نبدي بالكميات لازم تعرفون شوان يتم عمليات الجمع وشوان نجمع الاسماء وممكن يجيكم همينا السؤال تجمع الاسماء بعدة نقاط النقطة الاولى تجمع الاسماء باضافة اس مثلا كلمة سيارة سيارة من نجمع حصية مجرد انضيف الاس النقطة الثانية إذا انتهى الاسم ب إذا انتهى بش وش ب اس و نضيف له اس نضيف الاس مثلا كلمة باكس صندوق من نجمعها صير باكسز نضيف اله اس نقطة رقم ثلاثة اذا اذا انتهت انتهى الاسم بحرف وعي انتهى الاسم بحرف وعي وقبله حرف صحيح صحيح يقلب الى اي نقلب الواي الى اي مثلا كلمة سيتي هذا واي وقبله حرف صحيح يتحول الى اي وانضيف اس لان قبل الواي حرف صحيح نقطة رقم اربع اذا انتهى الاسم بحرف وعي وقبله حرف اللة احرف الالة اللي هي اي ويو و اي و اي و او هذا الوجه نضيف فقط اس يعني كل شيء من سويله مثلا كلمة بلاي مسرحية هذا الواي يعني قبل حرف علا اللي هو اي نصير نقطة رقم خمسة الى الى انتهى الاسم بF او ف او او ف يقلب الى يقلب الى ذي ونضيف اس اوكي انتهى الى وولف ذئب اشان نجمعها وولف نقلب الى ونضيف اس فصير هذا الجمع القياسي رس اكتب لكم جمع غير قياسي هذه الاسماء الغير قياسية معا نقلب الحرف الالة الوسط اللي كان بلون ازرق يقلب الى ا مان وumme فوت فت 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 وしました جمع مالتها نضيف لها مجرد كلمة اوكس فصير ثيران طفل أطفال ماوس الجمع مالتها يختلف صير مايس فأ جمعها ثيران هذا من الغير قياسيات وأيضا جمع شخص ممكن نجمعها تكون people يعني ناس وتعتبر جمع هذا الجمع باللغة الإنجليزية طبعا ممكن الأسماء باللغة الإنجليزية نقدر نجمعها وكوا أسماء ما تنجمع من ثمن هذه الأسماء عدنا السوائل اللي هي مثلا water, cola, coffee, milk, tea, honey أي سائل orange juice, lemon juice أي سائل شوفوا ما ينجمع pepper الفلفل السود والسلط الملح sugar الشكر وbread الخوز cheese meat fish rice والباتر الزبت هذاني كلهن مين جمعا ما ممكن جمعها money الفلوس information المعلومات مستحيل نجمعها ولهذا أكو فتشي باللغة الإنجليزية اسم المعدود وغير المعدود الاسم المعدود مو اللي يمكن نحسبه لا الاسم المعدود اللي هو نقدر نسويه جمع مثلا boy boys man men wolf wolves هذاني أسامي معدودة نقدر نجمعها أما الاسم الغير معدود هو الاسم اللي ما نقدر نحوله من حالة المفرد إلى حالة الجمع مثلا fish هي fish ما بها أي حالة جمع rice تم من هو rice فالغير معدود يكون دائما بحالة المفرد وما بحالة جمع هس نقدر ندخل بالموضوع اللي هو expressions of quantity تعابير الكمية عدنا المني وافيو وبحالة الجانب عدنا much و أ little so here we have many and a few and there is much and here is a little زين many and a few يجن ويل countable nouns countable nouns والمتشو أدرال يجون ويل uncountable nouns بمعنى آخر مثل ما فرقنا بيناتهم هذن نيجن ويل الكلمة اللي بيها اس أو تكون بحالة الجمع اللي شرحتها هنا ويل الكلمة اللي ما بيها اس يعني الكلمة مو جمع بمعنى آلي إذا أكون من من فممكن نحط من وثيو لأن يعتبر الجمع إذن هذه تجوية الاسم اللي بحالة الجمع وهذه تجوية الاسم اللي بحالة المفرد هذا الفرق بين المتش والمن والثيو واللغل نطي مثال عليهم كان حالة ش sabيرة أو حالة حالة شبيرة 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 مهلا شبيرة خلق حالة حالت Foods قد نهنا اختيار How many أو how much exercise Exercise مفرد ما بيأس فرأسا نختار بلون تردد لأن ماتشو لروا يجون ويالاسم اللي ما بيأس بحارة المفرد وما يكون جدد ومني لازم أكو بالفعل هذا الفرق بيناتهم لسه رح أحل تمارين الكتاب رح أحل تمارين صفحة 13C هذا تمارين حل لكل السهل مثل ما قلت لكم Many و a few إذا أكو S و much or a little إذا ماكو هذا تمارين مجرد يقول لنا هل الحل much أو هل الحل many المني إذا أكو S والmuch إذا ماكو S نجح على جملة جملة How food food ما بيأس اسم غير معدود ومو جمع مفرد فنقول how much food do we need to bring to the picnic شقد نحتاجك للمزهر How apples apples تفاح بيأس إذا معدود فنقول how many how many apples do we need شكم تفاحا نحتاج الجملة اللي بعدها How meals meals واجبات do you eat a day واجبات How meals بيأس فرح سنكتب many لأن بيأس How many meals do you eat a day كم واجبات أكل باليوم رقم أربعة How sleep sleep ما بيأس غير معدود اسم غير معدود مفرد فنقول how much لأن ما بيأس How much sleep did you get last night شقد نمت البارحة كم ساعة نمت الليلة البرحة كم ساعة نمت الليلة البرحة number seven how time time هنا جاي مفرد ما بيأس فما دام مفرد ما بيأس نستخدم ويا much لأن ما بيأس How much time في الجملة رقم الثمانية والأخيرة how times عدد مرات هنا ما جاي وقد جاي عدد مرات بيأس معدودة times فما دام بيأس نستخدم many فالجواب how many times لأن بيأس كل سهل أكو أس نحط many ماكو أس نخلي much التمرين الآخر التمرين هسة اللي هو صفحة 13 تمرين دي اللي هو a few or a little a few بيأس a little ما بيأس يعني مبحاث الجملة نجي عالجملة رقم واحد جدا مهم هاي الجملة من أهم الجملة there were only فراخ people people قلنا هي جمع يعني people حالة جمع ما يحتاج بيأس فpeople ما دام جمع نستخدم بيأس a few حفظوها people جمع فنستخدم وياها a few there were only few people at the party أكو شوية ناس كانوا بالحفلة الجملة الثانية I've got work work ما بيأس فابول I've got a little work 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 to finish so can you wait a minute ممكن تنتظر دفيقة جملة رقم ثلاثة you'll have to wait minutes بيأس فغاي ما دام بيأس يعني جمع فأقول a few minutes جملة رقم أربعة there is only orangus orangus ما بي جمع هذا غير معدود مين جمع فأقول a little a little okay orangus how much money ناعدنا أول دليل هو how much والثاني دليل هي money لفلوس غير معدودة لعنى بحالك المفرد ما ممكن تنجمع how much money have you got left تشكال تبقى لكم فلوس just a little فاي راجعة على المني فقال لي شوية رقم ستة I've met her times بيها أس عدة مرات فأقول I've met her a few times لأن بيها أس والبيها أس نختار لها أفيو number seven put your case خلي جوالتك in the car there is still space space ما بيها أس مادام اللي فعل الفراغ ما بيها أس فأستخدم a little لأن ما بيها أس a little space left جملة رقم ثمانية we need more orange orange بيها أس فما دام بيها أس sorry ما نصري بالقلم الأزراج مادام بيها أورنج أس فرقسا أختار a few more orange إلا هنا امتهت تمارين المج والمني والفيو والليتل هسه أحل الأسئلة الوزارية لقصوص هذا النوع اختاريت كم سؤال جايات بالوزاري نفسي الكتاب نصا وأكون شوية بيهم تغيير هذا التمرين يعني أو يجعليه درجتين وكل سهل how many or how much exercise exercise مبي أس إلا غار معدود أختار much لأن ماش تجوية الاسم اللي مبي أس I've got a few or a little work مبي أس فرقسا أختار a little We need a little or a few butter. Butter زبدة فرأسا نختار a little لأن ما بيه أس. Number four. Put your case in the car. There is still space ما بيه أس. قد نختار a few or little. أكيد نختار little لأن ماكو أس. نجي هنا. We need a little or a few more orange. Orange بيه أس. Orange بيه أس فنختار a few. وبهالطريقة أيران حصن الرجلين. أتمنى استفاديتم من الفيديو. سووا لايك للفيديو. وسووا لاشير حتى أغلب الطلاب يستفادون. أشوفكم فيديو آخر.